حبايبي طلبة وطلبات سنوية العامة اهلا بكم مرة تانية النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن الرابط مهم جدا وهو ويند الشكل ما تكلمنا قبل كده قلنا ان ويند لها استخدامات كتيرة جدا متعددة ومختلفة لكن النهاردة ان شاء الله لو انا جبتلك الجملتين دول وقلتلك يلا تعال انحل يا ترى حلك هيكون ايه؟ حسيبك تفكر ونرجع مع بعض تاني طبعا يا حبابي لو لاحظت في الجملتين الاثنين اللي موجودين عندي سواء الاولى او التانية مش حلاقي ان موجود فاعل في الجملة وقال لي طالما مفيش فاعل ورا وين اذا وين هنا هيجي وراها حاجة من الاثنين قال لي هيجي وراها past participle يعني تصريف ثالث يا اما هيجي وراها verb plus ing طب يا مصر هيعتمد على ايه؟ قال لي هيعتمد اذا كان الجملة اصلها مبني مجهول يعني passive voice ولا مبني معلوم وبناء عليه حيبدأ اخطر يعني لو شفنا في الجملة الاولى المفروض ان معنى الجملة ان الدواء ده لما يوخز فيه المعاد اللي بيحصل انه بيكون فعال جدا طب ايه اللي خلانا اقولي الكلام ده؟ عشان في الجملة التانية بدأ بthis medicine بدأ بthis medicine يبقى اذا this medicine هو اللي كان موجود في الجملة الاولى وطالما this medicine موجود في الجملة الاولى اذا الدواء ما بياخدش حاجة الدواء بيتم اخذه فبالتالي يبقى الجملة دي كانت مبني مجهول واصل الجملة كان when this medicine is taken on time it's very effective when this medicine is taken on time it's very effective طب يا ترى عمل ايه؟ طبعا طالما اشلي this medicine يبقى لازم اشيل وحجيب الباست بارتسمه لي على التصريف التالت وراء مباشرة فيبقى الاختيار بتاعي هنا بقى لازم اجيب this medicine مكان it عشان يبقى الحاجة اللي انا بتكلم عنها معلومة فبالتالي حقول when taken on time this medicine is very effective when taken on time this medicine is very effective اما في الجملة التانية لو رجعنا الجملة دي لاصلها المفروض ان انا بقول لشخص لما تيجي تلعب شطرنج المفروض ان انت تتبع القواعد يعني الفاعل بتاعي هو you يعني انت فالكلام بتاعي مبني معلوم يعني لو رجعت الجملة دي لاصلها حالق ايه when you pledges when you pledges you must follow the rules when you pledges you must follow the rules وهنا بقى الاختيار بتاعي هيكون بالمنظر ده طالما مديني جملة مبني معلوم وشلي الفاعل اللي جاي ورا وين يبقى يجيب الفاعل بتاعي verb plus ing واشهي لكل الابل ثاني طالما اداني الجملة بتاعتي مبني معلوم ورا وين وشلي الفاعل هنا بحول الفاعل بتاعي main verb verb plus ing فبقى الاختياري بالمنظر ده when pledges you must follow the rules يبقى اذا وين عادي جدا لو مجاش وراها جملة كاملة ممكن ييجي وراها post participle يعني تصريف تالت في حالة ان الكلام اصلا كان مبني مجول او بيجي وراها verb plus ing لو كان الكلام مبني معلوم thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell thank you goodbye